واحد يقول لك يا عمي ماشي السفيرة ما هو جنوب افريقيا سهلة او تماشي السفيرة قطر خيرهم وانا مشكرهم بس هو ما عندوش تواصل مع باقية الاطراف يعني اوراق اللعبة مش عايز السفير اسرائيل هو ماشى وخد موقع انا قدر اماشي انا قدر اماشي دلوقتي بس هقفل باب انت لو انت معاك رقم تليفون حد لو عشته هتكلمه لو انت عملته دوليت شلته مسحته يعني هتجيبه منين انا خليني معايا كل الاطراف عندي التواصل معا مش ثقة مش علاقات احنا يا جماعة مش حبه كراهية هو مين هو في حد بحب اسرائيل انا بحبش اسرائيل ولن احب اسرائيل لا اذا اسرائيل وتاريخ اسرائيل واحتلال اسرائيل وقذرت اسرائيل مين هيحب اسرائيل يعني واحد يفكر كده ويقولك ده الناس دي بتدفع مين الحق فلسطيني والارض فلسطيني والدم فلسطيني واحنا مع فلسطين قلبا وقالبا ودون شروط الجانب الاسرائيلي محتل وابن ستين في سبعين وظالم ومفتري وكل التعايز ومضطرة اتعامل معها عشان اخواتنا الفلسطينيين مضطرة اتعامل مع السجان عشان السجين مع القاتل عشان القتيل مضطر ما نحبهوش ما بسيخش فيه بس مضطر احنا مضطرين نتعامل مع كل الاطراف عشان اقدر اقوم بدور النهاردة الحمد لله اعادة فتح معبر رفح لاجلاء الاجانب والجرحة الى مصر مصر مبارح قالت ايه مفكركم بس بسرعة قلنا مش هندخل مش هنطلع من معبر رفح اه الاجانب الا ازا تم الموافقة على اعادة استقبال الجرحة مش فيه جرحة فلسطينيين احنا عايزين عليك هم عندنا يا جماعة في المستشفيات اللي انا عملناها قالك لا ما فيش طب ما فيش حد يخرج من الاجانب مش هنبارح قلت لحضراتكم النهاردة وقف اهو اهو فين يا ابن اهو بدأ الاسعاف المصر اهو والهلال الاحمر مصري يستقبلوا اهو 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 بدخلوهم عندنا المستشفيات اهو اهو يا جماعة اخواتنا الفلسطينيين هم جايين اهو بنعليجهم بناخدوا في المستشفيات عندنا اهو قدام حضراتكم ده كان هم وقفوا العملية دي احنا قلنا طيب طالما ما يجبتوش الناس يتعالجوا اللي هم الجرحة هنعمل ايه هنقفل المعبر مش هندخل اجانب نجليهم اضطروا يوفقوا على الطلب المصري اهو قدام حضراتكم ده النهاردة الحمد لله اهو ستة عربيات اسعاف وصلت لنقل الجرحة من الجانب المصري وفيه توقيع كشف الطب عليهم داخل المعبر من نقلهم الى المستشفيات زي ما انتم شايفين في الصور وفيه سبعين شاحنة مساعدات بيتجاهزوا بيخشوا المعبر دلوقتي يعني احنا شغالين يعني على قدم الوساق وربنا يعلم بيه اللي بيحصل وربنا بيعلم بالضغوط وربنا بيعلم بيه الناس اللي بتاجر بالقضية وربنا يعلم بكل واحد دوره ايه لكن انا عايز ااكد اهم حاجة عنه ناسي ناسنا شعبنا اولادنا واخواتنا واحفادنا عايزة منهم وقولهم والله ارفع راسكوا وثقوا وفخروا بما قامت بيه بلدكم خلال هذه الازم الموقف الاكتر شرفا ونبلا وصدقا ودون ضجيج دون ضجيج دون تمثيل دون سياسة اللقطة احنا بنعمل عمل جليل لا لا يعلم تفاصيله الا الله ويراسخونه في العلم الناس اللي متبعين